انطلقت المفاوضات الروسية الأوكرانية في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي الذي يمثل اليوم الخامس من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وذلك بمبادرة من بيلاروسيا وفي ضيافتها عقدت الجلسة الأولى في منطقة جومل البيلاروسية حيث يشمل الجانب الروسي ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وبرئاسة السيد فلاديمير ميدانسكي مستشار الرئيس الروسي بينما ضم الوفد الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي زيرنيكوف ومستشار مكتب الرئيس ميخايل بودولاك يترأس الوفد ديفيد أراخاميا السياسي المقرب من الرئيس الأوكراني تمثلت أبرز المطالب الأوكرانية في هذه المفاوضات في الوقف الفوري لإطلاق النار وكذا إنهاء الأعمال العسكرية الروسية فيما تطالب روسيا بضمان وضع أوكرانيا كدولة محايدة من وجهة النظر الروسية ما يعني عدم بحث انضمامها إلى حلف النيتو إلى جانب تخليها عن نشر الأسلحة واعتراف كييف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم والاعتراف من الحكومة الأوكرانية باستقلال ما تعرف بجمهوريتين دوناتسك ولوغانسك ماذا عن أوراق الضغط؟ أوراق الضغط الأوكرانية في تلك المفاوضات ترتكز على التأييد الأمريكي والغربي والأوروبي بالطبع لموقفها السياسي والعقوبات والقيود الاقتصادية التي بدأت تفرض على موسكو هذا إلى جانب أشكال التمويل اللوجستي والعسكري من قبل الدول الغربية والسعي للانضمام لحلف النيتو أما الموقف الروسي في هذه المفاوضات فيرتكز على اعتماد موسكو على قدرتها في حسم النزاع عسكريا وعلى التقدم الذي تحرزه في مساحات مختلفة من الأراضي الأوكرانية وصولا لمحاصرة العاصمة كييف تقول أوكرانيا أنها ليست مستعدة لقبول ما تسميها إملاءات روسية مشيرة إلى أن المطالب الروسية لم تتغير عما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمر بوتين قبل إطلاقه العملية العسكرية بينما يتهم الجانب الروسي كييف بالمماطلة في هذه المفاوضات بسبب تأثيرات واشنطن كما يقول معتبرا أن أوكرانيا لا تمتلك رغبة حقيقية في محاولة إيجاد حل متوازن وفق الرواية الروسية للمشاكل بين البلدين إذا كانت العملية العسكرية تأخذ يوما بعد الآخر منحا مختلف على المستوى الميداني فإنها تأخذ كذلك تطورات على مستوى التفاوض أوراق الضغط وكذلك سيف العقوبات الذي أشهرته الدول الغربية في مواجهة موسكو